عدل حطة الكفية الفلسطينية أول شي بدي وجه تحية كبيرة للشعبين المناضلين الشعب الفلسطيني أولا يلي صمت بوجه العدو الصهيوني والشعب اللبناني يلي صامت بوجه الطاغوت اللبناني عأي صرخة نحن هلأ بدنا نوجهها للأشخاص يلي سمعوا انفجار بيروت وسموا آدانهم وبيطلع رئيس الجمهورية بكل بساطة بيقول ما عندي صلاحيات أي صرخة بدنا نوجهها وشو بدن يسمعوا وشو بدن يشوفوا وكيف بدن يتأثروا بدموع العم الموجود هون يلي ما قادر يأمن دوال يضل واقف على إجراءه ويأمن لقمة عاش لعيلته لمين بدنا نوجه الصرخة وأكتر من ثلاثين شهيد موجودين بعضهم بالماء غرآنين أي صرخة بدنا نوجهها وهن صمين دينيون ومغمضين عينيون وديرين الدين الطرشة على الشعب اللبناني وما همهم إلا أنه كيف بدن يشكلوا الحكومة وكيف بدن يعملوا استشارات كرمال طفل غرق ببير تحرك الدول العالم كلها نحن عنا ناس ميتي غرآنة بالبحر وقتل عمد قتلوا عمداً هاودي الشهداء وبعدها المسؤولين ناطرين لحتى يحددوا جلسة ليحددوا ميزانية ويطلعوا هالشهداء الحل برأيك شو برأيك شو برأيك شو عوجها ما حيصير شي أنا برأيك الحق ما بيتاخد إلا بالقوة كيف يعني بالقوة؟ حودي كلهم الموجودين ثلاثة ربعهم عفواً كيف يعني بالقوة؟ ثلاثة ربع الموجودين هن رموز حرب أهلية بيعرفوا بس بالدم والحق ما بيتاخد إلا بالدم ثورة سلمية مفي ثورة دم ها هي الثورة المزبوطة هلا الثورة صارت هلا الثورة عندها هلا الثورة عندها سبتاشر نيب بالمجلس أو خمستاش ما بحسبوا القوات من السوار لأنهم يتينوا ضمن يا عم مش عم نحكي قوات تركيهم للقوات على جنب عم نحكي سبتاش تغييريين سبتاش تلاتاش تلاتاش شو بدون يعملوا هاو دي شو بدون يعملوا نسبة بالعدد المية وثمينة وعشرين بس أنا بدي قول شغلي كنت عم بحكيها على قصة الحق يسترد بالقوة هن رموز حرب ما بيفهموا إلا بالدم صح ولا لا هلا أنا إزا إجا واحد متل متل الدركية اللي بدو يفوت بنتو على المستشفى مينموم إنو يقوس أنا هلا شوف ابني عم يموت قدامي قابفني الأرض باللي فيها باللي بالزعمة الموجودين بالمستشفى أنا كيف أنا كيف بدي أدفن ابني صغير كيف بدي أقبل ع نفسي أنا قال الدندشي الله يرحم الموتى اللي شهده يلي دفنوهن أب خسير أولادو ومرتو دفنن هايدي لو صايرة مع نائب أو وزير أو كلب وزير أو كلب نائب لنهزة الدولة اللبنانية كلها لشفنا كل الطوافات اتحركت ليطلعوا كلب نائب موجود بعلب الباخرة أو الطوافة الغرآني هاو دي الناس اللي عم بيهربوا بالبحر هربانين من مين من مين كرمال شو بفلسطين عم بيموتوا كرمال قضية لبنانية كرمال كرمال سوري قضية فلسطينية كرمال أردن نحنا بلبنان عم نموت لنهرب من أردنا يعطونا الباسبورات يفتحونا البحور خلونا يخي نطلع وهن يبنوا ويخيطوا جيبوا خيات يخيطوا وطن عقياسهم خلصة حلا لعبت مرغسي معك شكرا لالك عدلة يخيطولون وطن عقياسهم يقصروا يطولوا يعرضوا هن هيك بدون بدون وطن بلا شعب ونحنا فلين يعطونا باسبورات شكرا لالك لقد موجه لللواء عباس إبراهيم ياريت جبلي باسبوري بدي فل